بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهل وسلام بحضراتكم. معكم وانسلق شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة ان شاء الله جماعة نحل امتحان الكدرات فنون تطبيقية عشرين واحد وعشرين. اه بتاريخ سبعة تمانية عشرين واحد وعشرين. ده كان مبارح. اه فكان عايز اه ينرسم عربية ونعمل دعاية على دعاية على العربية دي. لترشيد المياه. تعالوا نشوفوا مع بعض الفكرة نعملها زي. يلا بنا. يا جماعة في امتحان فنون تطبيقية لازم عايز خطوات العمل. ده السؤال الاولين اللي هو المنزور. ماشي. هو كان عايز عربية بالمنزور. فبنرسم بالمصدر عادي جدا ما فيش مشكلة. فهنا بننزل تحت كده بنرسل خط الارض. ده كده خط الارض اهو. بعد كده خط الارتفاعات. بيبقى عمودي بالشكل ده. بس يريدت خليه خفيف شوية عشان ما يبهدلش الرأس معي. بعد كده خط النظر ممكن نخليه فوق سينة كده مش مش جازم في النص قوي. عشان اتحرك براحتي في العربية. هنا بقى عندي نقاط الهروب. عندي هي واحد وهي اتنين. يبقى دول كده. اهم حاجة عندي. خط الارض. خط الارتفاعات. خط النظر. نقاط الهروب. دلوقتي هنحن بنرسم عربية مجسمة. فهنا اول حاجة. اي رسمة مجسمة جماعة لازم ابتدي بالارتفاع الاول. فميجي على خط الارتفاعات. واحدد كده رفا العربية الحد هنا. فبنقفل اول. هنقفل شكل متوازم الصراط الاول. بالشكل ده. بس ما تكملش الخط الاخر عشان ما يتلقفنش. في الاخر هوريك تعمل القطوات اللي عمل ازاي. ده كده. لحد هنا كده تمام قوي. ده وش العربية اهو. نهرب الناحية التانية كده على النقطة اللي على يمين. هي واحد. بالمنظر ده كده. اهو انا مكملش الاخر خالص. كده تمام. يبقى كده رسلنا متوازم الصراط. عشان عربية دي هتبقى ليها صندوق. هتقولتها عشان ليها صندوق. الوش بتاع العربية او الازاز. بيبقى كبير كده. هنا. بص ده بيقى اخد ميل هيميل سنة بسطة جدا مش يبقى رأسي. هنا ده هيميل عليه يدي شكل كنه كنهم مسلس. تمام كده? اه بعد كده جماعة احنا قلنا دميل وده ما يميل عليه. هبتده بعد كده اهرب عن نقطة لع الشمال. عليه اتنين. بص وش العربية كلها متهربة عن نقطة لع الشمال. تمام? بعد كده الكابينة اللي فيها السواق هنهربها عن نقطة اللي على اليمين كده هون من هنا. على هي واحد. بالشكل ده. وهننزل بيها لحد هنا. تمام? يبقى نقطة الخطة ده كده. هنبدأ نطلع بالسندوق. هنسيب مسافة كده. ده السندوق تال العربية هون. ممكن عليه بقى فوق خط النظر عادي جدا. هنهرب ده النحية دي. بص هنهعمل الشكل الخارجي الاول للعربية. تمام? بعد كده. ولو بص خط النظر هيدا اكشيله برضو اي خطوط بها هنا زيادة شالها. يبقى كده ده كل ده هيبقى السندوق. ماشي? هبتدى اهرب بقى دي كده هون. والنحية دي. وقفل بقى العربية من فوق. هنا الكابينة هنهرب على الناحية دي. على هي اتنين يبقى زي السندوق بالزبطة هون. ده على هي اتنين وده على هي اتنين. دي هنقفلها عن نقطة اللي على اليمين على هي واحد هيتعطوهم مع بعض. يبقى هنا كده خلصنا الجزء بتاع السقف العربية. بس هنا منطقيا لازم نجيبها انسيابية شوية ما نجيبهاش كده. فبناخد هنا كده. كده بناخد كرب شكل بيضاوي. وننزل بيه بالشكل ده. هادي الشكل انسيابي العربية احسن من من الاول. يبقى دي اول حاجة. كمان هنا هنجي فوق العربية بشوية. المفروض ده بيبقى الجزء ده متعلق شوية على السقفة العربية. يعني في فيه عربية كده وفيه بقى بالشكل ده. انا عايزها بالشكل ده. هنخليها لها منظر يعني. ده بيتهرب كده اهو. منتهرب فين؟ على هي واحد. هنوصل دي. دي لك مسلسة اهو. وهناخد موازي لي كده اهو. وبعد كده نهربه على هي اتنين. بس هتلاقي هنا المنظر بقى احلب كتير جدا. بدل ما كانت كلها كده نزل بالشكل ده. ولو مسحنا دي بص ايديتنا منظر ممتاز كده. خلاص? يبقى هنا كده ابتدينا نعمل الشكل المبدئي للعربية. بعد كده نتبقى نعمل العجل والكبينة. نخلص من الكبينة بتاعت السواق. هنبتدي نهرب كده. ده هنعمل له بس برواس بسيط خالص. موازلية. كل حاجة موازي بص حتى ده هيبقى موازي. كل ده الفرماد دي كلها ده متهرم. اي خط ميلي بقى خط ميلي. خط رأسي يبقى ده خط رأسي. هنا بقى. هزين نعمل الازاز كبتدي اهرب الازاز كده. على فكرة بقى الازاز ممكن تعمل اي شكل. يعني انت ممكن تعمل ميل كده برضه. وده ميل كده. يعني انت ممكن اي اتجاه ما فينش مشكلة خالص. بالنسبة لعربيات كتير قوي للاستلاب بتاعتها. ممكن يبقى ميل كده اهو. ونزل بالشكل ده. متهرب. فيدي لها منظر هنا حلو قوي. يعني انت لقي العربيات النقل لها منظر بالشكل ده. الازاز بتاع العربية. ده ميل. ماشي ده ميل. ده اي ميل. عايز خليها رأسي براحتك. ما فيش مشكلة خالص. احنا ما عندناش مشكلة في التصميم. انت لك الشكل اللي يعجبك. تمام? يبا بص هنا تلاقي الشكل خلص. عايزين نخلص من الجزء اللي هنا بقى. هنا في مراية. اي ده المراية بتاع بتاع العربية? خطة اهو. وخطة بالمرة هون. حال? بصة باش مانس. هنيجي بقى من هنا كده نهرب لبر. وده زي البر اهو. فوق زيها. دي المراية. هنا دي بتبقى متثبتها هنا كده. هنا نفس الفكرة. هنقفل بس ده الاول. وبتبقى متثبتها هنا كده. يبقى دي المرايات عايز بقى تخليها الشكلها بيضوء اللي عجبك. يبقى خلل ايه? الشكل ده بعد ايه? طيب احنا كده خلصنا من الجزء ده. عملنا الشماسة. ممكن تعمل كمان شماسة اخرى. آآ ممكن تعمل هنا مكان السواق. وتهربوا من المنظر ده. على فكرة ده بيبقى خطوها بس ما تخلوش دابل. الوحيد دابل هنا عشان الازاز هنا لهبان. بعد كده نبتدي نعمل فريم كده. هنا بقى كلها فريمات. فريم هنا بالمنظر ده. ده الاكسدام بقى نعليه شوية. يبقى عالي كده شكله حلو. خلي بالك بالاكسدام هنا. لازم يطلع بره. بره بره العربية شوية. برس هنا. تمام? بعد كده هنلفه هنا. بالشكل ده كده. ومن هنا هناخد اللفة ده نفس الشكل كده. الخاطة ده هيتشال بقى. ده هيتشال. يعني هحاول برضو تشغل في العربية بالفريم عند كده شوية. مش يزم كله بالمصدر. دي تخش تولى كده. هنا بقى دي بتبقى ميلة. طبعا ده اتعربة هون. ما فيش مشكل قبل. ده اتعرب كده. تمام? هننزل بقى بيه كده. بس خلق برضو هناخده ميل للبره. عشان هنا هرسم العجلة بيضوية. فلازم ده بقى ميل للبره كده. ما باش رأسي. تمام? ونوصل ده كده. بص بقى ده كده هيبقى السندوقهم. لما هرب ده السندوقهم. تمام? كده? تمام. تعال بقى نشوف العجلة. دي هيبتكون شكلها بيضوية كده. تمام? نقول لك حاجة بقى مهمة جدا. ده النص العجلة. النص تاني هيبقى تحت كده. لا يزم ينزل تحت بشكل ده. تمام كده? بعد كده هنبتدي نخليها دبل من هنا. يعني هنديد نفس المواقف. بالمنظر ده. لما اجي هنا كأنك هتهرب. بص كأنك هتهرب عن نقطة. بس اللي فيها سنة بسيطة كده. عشان تبني العجلة سري دي هيبقى كده كده. كده انها داخلة جولة عربية. ماشي كده. وممكن تخلي ده اللي يخبي جزء من العجلة كده. هنا دايرة بالشكل ده. ومسلسات. طبعا لو زللنا كده تلع عجلة بقت مجسمة سري دي اهي زي من تعيز. طبعا مش تامل تفاصيل بقى كواتشات والحاجات دي بعدين. دل وقت انا عايز بقى اعمل عجلة زي دي هنا اهو. اهم حاجة بقى عشان تعمل عجلة دي كده. بصة باش معنص. هناخد قطة اهو خفيف خالص عشان العجلة اللي هنا. بدايتها ونعايتها. لان لازم العجلة دي تصغر. اوكي? طيب. بص احنا دي البداية ودي النهاية. هنطلع فيها بشوية كده. هناخد برضو نفس الميل اهو. ودي كده. دي البرة برضو زي ما هنتفقنا يا جماعة لبرة اهي. ونعمل عجلة بالمنظر ده. شكلها بيضاوي اهي. ودي بص الارتفاع ده هنا قديه واللازم ده يصغر عشان احنا بنشتغل منظور. فبنرسم الشكل البيضاوي بالمنظر ده. شوف اتعدلت ازاي معنا. وبعد كده بنخليها ضابل. هنمسح بعد كده. كده تلاقي شوالك مظبوط جدا. انتعرف انت لو ستعب المنظر ده خلاص. فغير ما تكامل وتحط الدعاية اللي هو عايزها اوكي. اهنا كده خلصنا. تمام كده? لكن انا هزود شوط حاجات دي ممكن تزودها عايز زودها زودة مش عايز زودها ما فيش مشكلة عشان ما تحسش ان الموضوع طويل. وبرضو هنعمل دي كده. هيدينا العمق بتاع العربية. نخلي بنا بقى. شايف الصندوق ده? ده هينزل كده. بقى في فاصل ما بين الصندوق والكابينة. بص. كده في فاصل ما بين اتنين هم. او ده كده. ده الصندوق. وده الكابينة بتاعت العربية هنا. كمان كده? هنا كمان بقى ممكن نعمل الاكرة بتاعت العربية. نيجي بقى هنا فاضل الكشفات وتبقى العربية خلصت. كده الموضوع بالنسبة لنا الحمد لله سهل. تعالوا بقى نشوف الكشفات تعمل ازاي? بصة بشماز. هنجي هنا وكده. هنبتدي ناخد هنا دي بداية الكشاف الاوليني. وهنا هنعمل الكشاف التناوم. اوكي? بص هو قريب من دي عشان هنلفه. باجي هنطل على الشمال هي اتنين. ونهرب من هنا. وده يتهرب من هنا. تمام? ومن تحت نفس الفكرة على النقط اللي على الشمال. مفوض ان هو هيبقى تكملته في الناحية التانية. بص هنا ده تكملته وبقى هنا. ياخد جزء كده من العربية. بعد كده هنعمل بقى فريمة عادي خالص. الفريمات بقى بسيطة جدا. ونطلع بدول كده. تمام? هنا بقى كمان آآ مكان النمر بتاعة العربية. بالمنظر ده. طبعا دي شوة دي اللي انا بعمله اضافات عايزة ساملها اوكي يعني مفيش مشكلة مش عايزة ساملها مفيش مشاكل هنا برضو. اشارة. الاشارات هنا. ممكن هيبت بقى لفة بس تهرب ده معدن. ده معدن. ماشي. بص هنا هتلاقي العربية بقت شكلها جميل خالص. آآ ما تزويتش انت ممكن بقى ده تعمله ايه? نمسك الان بالشكل ده. ونبتدي ندي الشيادة بسيطة خالص. عشان ندي لمعة بس بتاعة الازاز. لبقى ما نعملش تفاصيل هنا بقى الخط اللي هنا تنسح ده بضروري يتمسح. بص كده الموقف هتلاقي ممداز قوي بالمنظر ده. حبي تحط اشارة هنا اشارة هنا مفيش مشاكل. يبقى كده كشكل عربية زي ما انت شاف كده خلصت. اوكي? يبقى هنا الموضوع خلص بس فيه حاجة اوك انا عايز الداعية. في الداعية اللي انت عملتها? كل الموضوع لك هتعمل بقى رسمة هنا على السندوق ده. باي شكل يعجبك? يعني انت هنا برضو ممكن ممكن ناخد بالرواس بالشكل ده. فريم هنا كده. ونحطها للداعية. انت اي شركة عندها عربيات او بصات بالشكل ده. بتبتدي تعمل ايه? الداعية بتاعتها على العربية. شوف انا رسمت كده فريم بس كده عشان ارسم عليه الحاجة اللي انا عايزة. المفضل اللي باتكلم عن ترشيد المياه. فممكن مسلا تعمل كده. اي شكل كده. وتكتب هنا قطرة مياه. تساوي حقيقة. ماشي? او قطرة مياه امانة. حافظ على المياه. المهم الفكرة كلها ونعمل بقى هنا قطرة مياه اهي. ممكن شجرة. او نخلة. مفيش مشاكل. ممكن مجموعة اشجار. مفيش مشاكل. ممكن نعمل ايد كده. بالمنظر ده. عشان نحافظ على المياه. يبقى هو عايز حاجة ترشيد كده للمياه. هو مش عايز تصميمة الكرة قوي. انا بس عايز الفكرة ان الصندوق ونبتدي نعمل مسلا ايد هنا. وبنحافظ على المياه بالمنظر ده. يبقى ده كان امتحان عشرين واحد وعشرين فنون تطبقية عشان بس الناس ببقاش عارف الفيديو ده بتاع ايه. تمام كده? نبص المنظر. هنا برضه نسينا نعمل المراهة دي. اهي. المفروض تهربها برضه. على النقطة كده اهو. وهربها بالمنظر ده. بتكون طويلة. ونخليها ليها سمكة كده. يبقى احنا كده ما سبناش حاجة في العربية. تمام كده? عملنا العجل. ونظلل ما فيش مشاكل. وبرضه المفروض تظلل بقى ايه? تعمل شهادو العربية هنا. طيب هي الرسمة كده خلصت يا جماعة. بالتصميم الابتكار اللي هو كان عايزه. فوضل بقى انا هضيف حاجة. يعني كده خلص خلصت. ازا حبيت ما تخليش الرسمة بتاعتك فاضية. انا هدخلك رسمة تانية. يعني سعب بيجينا في الامتحان انا عايز مدخل مدخل لحضيقة مدخل اي حاجة. تمام? مدخل مستشفى. بص بقى اهاجب النقطة دي. انا مش عمل حاجات كتير ولا حاجة. اهاجب النقطة دي ارسم رصيف اهو. اللي انا بعمله ده رسمة تانية. كده التلاتة حطوطة هم. ده الرصيف. تمام? عشان تعمله رصيف بنقفل الخط رأسي كده. اول خطين بنقفلهم رأسي. وكل ما اتقرب الناحية دي بتكبر المسافة بس. نيجي عند النقطة هي اتنين ونهرب كده رصيف زهر معنا ههو. بالموضوع ان شاء الله بتاعنا بسيط جدا جدا جدا. طيب بعد كده عبعد المسافة وبتدي ارسم الصور. بص بابعد فين؟ بقيت خالص اهو. ده صور كده. الصور يا جماعة بيبقى عبرها عن تلات خطوط. ادي كده خط. ده تاني. وده التالت. عشان يبقى المنظر حلو. بص شوف الشارع بقى. ظهر ازاي? بقى شكله جميل ازاي? طيب. ما تيجي نعمل مدخل بدل ما نعمل صور بس ما نعمل مدخل. ايه المدخل ده? يا انت مسلا عايز تعمل مدخل حديقة. ممكن نجي هنا اهو. هرسم كده الخطة اهو. رأسي ببسيط جدا. وابتدي اهربه بالمنظر ده. على هي واحد. خلي بس يميد عن العربية عشان ايه? يبقى الموضوع شكله اجمل يعني. بص هنا اجي عنوطل على الشمال دي اهرب الجنب بتاع دي تاندة. بقى رابع عنوطل على الشمال. حتقول لي ايه ملاشي بالموضوع. انا موافعة. بس افر جالك انت في الامتحان مدخل. انا دخلت لك مدخل مع الصور. اهو. اهرب بعد كده. يبقى انا هربت ده. وده عنوطل على الشمال. والخطين دول عنوطل على اللون. ابتدي baggede اهرب الناحية دي. بص هتلاقي السقف. هنا في شكل الخط ده. بروض برض�و يتعرب صح؟ عنوطل على الشمال اهو. يبقى عندي التلاتة خطوط دول عنوط على الشمال. والتلاتة دول عنوط على اليمين. ماشي? بص العمود بقى اللي هنعملوه هنا. خط. اتنين. وده التالت. وابتدي اهرب بعد كده. ممكن اخليه بالشكل بصر المهندس. خليه كده ههو. اهرب ده هنا. انا سبت مسافة بس عشان ما بقاش منه للرصيف. وهرب ده النحية دي. المفروض ده فعلا السور بيطلع من الخط ده. لو انا مسحت كده. يبقى الموضوع مرة اهرب مين ومرة هرب شمال. طب هتقول لي فهو ما تهربش بكل بساطة. اللي انت عملته تحت هو بتهربه فوقه. بالشكل ده كده. ممكن نعليه سين اوه. والمفروض نعمل العمود ده هنا. يبقى بس من ناحية ده ممكن مش عايز سعملها ما تعملهاش. وهرب ده الناحية دي. اوكي? وبعد كده ممكن نحط لافتة كده للنادي ده. وبنها عن تلات خطوط. بالمنظر ده. شوف هنا المنظر اختلف ازاي? يعني احنا لما زودنا الصور ورا دهنا خلفية للمبنى كواس جدا. ونهرب كده على النقطة العالي الشمال. يبقى دول كده ما تريد النقطة على الشمال وده عن نقطة العالمين. طبعا المفروض ان هو اللي بيشوف الفيديو ده لازم شوف البدايات الاول. في عندك الاسيات بتاعت المنظور. شوفها الاول. هتعرف ترسم كل الرسمات اللي انا برسمها دي. فالناس اللي هي دخل امتحان التطبيق اكيد خدت الكرس فعارف عن ايه نقطة الهروب وخط النظر. طيب كده احنا عملنا الصور. طيب الصور ده عشان يوضح ممكن تعمل بوابة. ممكن نعمل كده بوابة بالشكل اللي حط اهو. هتلاقي بوابة ظهرت معك هنا. ممكن نعمل خطوط. البوابة خفيفة كده عشان ما ندخلاش في العربية. بص المنظر كده. لازم تعمل خلفية للاي صورة. نيجي هنا مسلا نرسم عمود. بص فكرة العمود بقى لازم يكون مجاسب. قد يخطة واحد بس. منه طلع الشمال نهرب ده. ومن فوق زيه بنفس الطريقة. بعد كده نوصلنا ببعض تاني. بعد كده اهرب عن نقطة العلمينية. يبقى انا هنا الخطين دول عن نقطة لع الشمال. ودول الخط ده. عشان يباني العمود بارز عن الصور. بالمنظر ده كده. انا حبيت بقى تعمل هنا حديد للصور. مفيش مشاكل. كده بقى ادخل. لحديقة. لنادي. يبقى انا عملنا خلفية ممتازة قوي للرسمة. بالشكل ده. تمام? هنا بممكن نعمل بقى علامات الطريق. ميجي من هنا. برسم خطين بالشكل ده. وهرب كده. كيانك بتهرب الرصيف. هنشيل دي كده. ممكن نشيل دي كده. يبقى دي علامات الطريقة هيا. تمام? وبكده جماعة. رسمة بتاعتنا خلصت زي ما حضرتكم شايفين اهو. تمام? لو عاكم بقى الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد نورتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة